دع الرئيس الأوكراني فوليدا ميرزيلينسكي السكان إلى إخلاء منطقة دونتك في شرق البلاد والتي تتعرض مدنها لقصف القوات الروسية واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها تلجأ إلى إرهاب السكان كسلاح رئيسي في هذه المرحلة من المواجهات العسكرية على حد تعبيره دعت روسيا خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في سقوط عشرات السجناء الأوكرانيين من أسر الحرب المحتجزين في سجن بمنطقة دونتك وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها تعمل من أجل إجراء تحقيق النزيه بشأن الهجوم على السجن وتبادلت روسيا وأوكرانيا للتهمات بالمسؤولية عن قصف السجن الواقعي في منطقة تسيطر عليها روسيا إذ أعلنت موسكو سقوط أربعين سجينا وثمانية من موظفي السجن وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الأوكرانية نفذت بصواريخ بعيدة المدى طلقتها كييف من الولايات المتحدة